علاج الامساك النهائي بدون أدوية الامساك هو حالة شائعة تؤثر على حوالي 10% من البالغين في الولايات المتحدة يمكن أن يسبب الامساك مجموعة متنوعة من الأعراض بما في ذلك صعوبة التبرز والبراز الصلب الجاف وألم البطن والانتفاخ هناك العديد من الأسباب المحتملة للامساك بما في ذلك عدم تناول ما يكفي من الألياف عدم شرب ما يكفي من السوائل عدم ممارسة الرياضة بانتظام بعض الأدوية بعض الحالات الصحية مثل متلازمة القولون العصبي علاج الامساك بدون أدوية هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في علاج الامساك بدون أدوية تشمل هذه العلاجات زيادة تناول الألياف تعتبر الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي تساعد الألياف على جعل البراز أكثر ليونة وسهولة في العبور من خلال الأمعاء يمكن زيادة تناول الألياف عن طريق تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة شرب المزيد من السوائل تساعد السوائل على تليين البراز وجعلها أسهل في العبور من خلال الأمعاء ينصح بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من السوائل يوميا ممارسة الرياضة بانتظام تساعد التمارين الرياضية على تحفيز حركة الأمعاء ينصح بممارسة الرياضة لمدة ثلاثون دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع تجمب الأطعمة التي تسبب الإمساك يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى تفاقم الإمساك تشمل هذه الأطعمة الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون نصائح إضافية فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساعد في علاج الإمساك حدد وقتا محددا للتبرز كل يوم الجلوس في المرحاض لمدة عشر إلى خمسة عشر دقيقة في نفس الوقت كل يوم يمكن أن يساعد في تنظيم حركة الأمعاء لا تتجاهل الرغبة في التبرز التأخير في التبرز يمكن أن يجعل البرازة أكثر صلابة وصعوبة في العبور من خلال الأمعاء خذ حماما دافئا أو استرخ في حوض الاستحمام يمكن أن يساعد الماء الدافئ على استرخاء العضلات في الأمعاء وجعل البراز يتحرك بسهولة أكبر إذا لم تساعد العلاجات المنزلية في علاج الإمساك فقد يصف الطبيب دواء تخلص من مشاكل القولون بخطوات بسيطة مشاكل القولون شائعة ويمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأعراض بما في ذلك الإمساك والانتفاخ وألام البطن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل مشاكل القولون بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة تجنب الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون شرب الكثير من السوائل يساعد الماء على تليين البراز وجعلها أسهل في العبور من خلال الأمعاء ممارسة الرياضة بانتظام تساعد التمارين الرياضية على تحفيز حركة الأمعاء التقليل من التوتر يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم مشاكل القولون تجنب الأطعمة التي تسبب لك مشاكل قد تختلف الأطعمة التي تسبب مشاكل القولون من شخص لآخر لاحظ الأطعمة التي تجعلك تشعر بعدم الراحة وحاول تجنبها فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تقليل مشاكل القولون اذهب إلى المرحاض في نفس الوقت كل يوم الجلوس في المرحاض لمدة 10 إلى 15 دقيقة في نفس الوقت كل يوم يمكن أن يساعد في تنظيم حركة الأمعاء لا تتجاهل الرغبة في التبرز التأخير في التبرز يمكن أن يجعل البرازة أكثر صلابة وصعوبة في العبور من خلال الأمعاء اقرأ الملصقات الغذائية بعناية تجنب الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة أو ألوان صناعية أو نكهات تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل القولون المزمنة فتحدث إلى طبيبك قد يكون هناك حالة طبية كامنة تساهم في مشاكلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر